نشوف مع بعض الزاكرة لان احنا ما نقدش نتكلم عن المعالج الا ما نتكلم عن الزاكرة لان المعالج بياخد الأمر الموجود عنده المحمل في الزاكرة فلازم نتكلم عن الزاكرة يقولك الممري الزاكرة هي عبارة عن مجموعة من ال RR برضو مصنعة على الشيب سيمي كوندكتور مجموعة من ال RR يحمل مجموعة من البيانات وكل وكل رجستر في الاريه ده جماعة بيعمل ايه له داتا مخزنة جواه هذه الداتا تم اشارة اليها عن طريق ما يسمى بالعنوان طب نشوف الشكل مع بعض ده ايوه شايفين الشكل ده جماعة تعال نحرح الكلام ده بالشكل ده احنا قلنا الممري مجموعة من الاريه مكونة من عدد من الرجستر مش كده مجموعة من الاريه طب نشوف مع بعض عندك مثلا الرجستر زيرو حتى الرجستر رقم كام خمستاشر يعني عندك كام رجستر يا جماعة ستاشر رجستر شايف رجستر 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 رقم زيرو فيه كام داتا ممكن تتخزن بيقولك تمانية داتا نعدهم مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اذا ده مثال لممري تحتوي على ها 16 رجستر كل رجستر يتم تخزين فيه جواه كام داتا تمانية داتا طيب جميل طيب ها العنوان الادرس كام بت ها بص معايا كده ايوه اربعة بتا هو مش كده يعني رجستر لقم زيرو يحمل العنوان زيرو 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 وكأني بنقول ان بيانات هذا الرجستر يتم الاشارة اليها عن طريق مين عن طريق هذا العنوان طيب ناخد مثال كمان بص كده على الرجستر رقم عشرة برضو زي ما اتفقنا في دا تمن بياناتهم ويحمل العنوان ايه هذه البيانات تحمل العنوان عشرة عشرة وان زيرو وان زيرو معايا يا جماعة طيب يبقى اذا ايه بنسمي هذه الجروب هذه المجموعة من الرجستر الممري او الزاكر وما تنساش مدام عندنا ادرس اربعة بت يبقى عندنا الدخول عندي كم بت للأدرس اربعة ايه اربعة اين بلسهل ايه للأدرس مش كده اه يعني بنقول ان اي من اي زيرو اي وان اي دو اي سري كلهم بيعبروا عن الادرس بت من اي زيرو حتى اي سري اللي هما الاربعة بت اللي احنا اتفقنا طيب اي ممري في الدنيا يا جماعة ممكن تنقسم عندي القسمين read right memory يعني ذاكرة للقراءة والكتابة او ذاكرة المين للقراءة فقط وليس للكتابة طبعا بنسمي read right memory ram او rw وبنسمي read only memory rom او read only memory